هل يقامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بإشعال جبهة الشمال مع لبنان؟ سؤال يطرح داخل الشارع الإسرائيلي والأوساط السياسية الدولية بعد التصعيد الأخير الذي شهده شمالي الأراضي المحتلة مع الجنوب اللبناني بين جيش الاحتلال وحزب الله تصعيد سيشعر الأوضاع في الشرق الأوسط حال قيام إسرائيل بشن عدوان عسكري على جنوب لبنان إسرائيل المستنزف جيشها في العدوان على قطاع غزة قال رئيس حكومتها خلال زيارته للشمال إن بلاده تجهز لعمل قوي ضد لبنان لإعادة الأمن مرة أخرى إلى هذه المنطقة كما أكد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح باستمرار الوضع على الحدود مع لبنان على النحو الحالي عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس دق ناقوس الخطر أيضا للإسرائيليين بشأن الأوضاع على الجبهة الشمالية حيث طلب من رؤساء بلدات الشمال أن يستعدوا للقتال ولأيام وصفها بأكثر صعوبة يمكن أن تصل بإسرائيل إلى الحرب تصريحات أتت بعد زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي للجبهة الشمالية مع لبنان تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله دفع الولايات المتحدة إلى التحذير من خطورتها واتساع رقعتها مطالبة حزب الله عبر وسطاء دوليين بالعودة إلى ما قبل الثامن من أكتوبر لعدم إشعال جبهة جديدة من الاقتتال في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة كما دعت حليفتها إسرائيل للبحث عن حلول دبلوماسية لإعادة الهدوء مرة أخرى الألعيب التي يمارسها رئيس حكومة الاحتلال على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة يصفها مراقبون أنها لتخفيف الضغط الدولي عليه لوقف الحرب على قطاع غزة وإجراء صفقة جديدة لتبادل المحتجزين والأسرع وهو ما لا يريده نتنياهو خوفاً من المساءلة السياسية والشعبية عن أحداث السابع من أكتوبر ماذا يريد نتنياهو من المنطقة؟ حرب جديدة؟ أم البحث عن مسارات للسلام في الشرق الأوسط؟ سؤال يطرح مجدداً على مدار أكثر من ثمانية أشهر إلا أن الإيجابة الواضحة أن المنطقة قد تشهد مزيداً من التصعيد خلال الفترة المقبلة ما لم يتم تحجيم آلة الحرب الإسرائيلية عن إشعال الأزمات والحروب في الشرق الأوسط